اقتحم عشرات المستوطنين اليوم بحث المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية تحت حماية أمنية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي عميات ذلك فيما يواصل الاحتلال انتهاكاته بحق الفلسطينيين حيث شن حملات دهم وتفتيش لمناطق مختلفة بالضفة الغربية تخللتها مواجهات وإصابات إضافة إلى نصب الحواجز العسكرية على مداخل مدينة الخليل وبلداتها ومخيماتها لتقييد حركة التنقل هناك بقيادة غلات التطرف اقتحم مئتي مستوطنا بحث المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة على شكل مجموعات متتالية في وقت وفرت فيه قوات الاحتلال الحماية والأجواء وسمحت بإقامة صلوات وتقوس تلمودية لكن المفارقة تتجلى صورها بالقيود التي فرضت على المصلين الفلسطينيين تارة وعرقلت وصولهم تارة أخرى تحت حج وهي وسط محاولات الاحتلال فرض واقع جديد يتمثل بالتقسيم الزماني والمكاني هي جزء من مخطط من برنامج سياسي تنفذ الحكومة الإسرائيلية بالتعاون مع كل المؤسسات الأخرى بما في ذلك البلدية وجماعات المستوطنين والأذرع الأمنية وإدارات دولة إسرائيل كلها تسعى لتنفيذ مخطط تطهير عرقي في القدس يشمل تهويد المدينة ويشمل أيضا التقاسم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى أما مسلسل الاعتقالات اليومي وسياسة الباب الدوار فلم تغب عن المشهد في ظل استمرار المداهمات للمدن والقرى بالضفة الغربية والقدسة التي اعتقلت فيها قوات الاحتلال 20 فلسطيني بزعم البحث عن مطلوبين استهدفت في الأويني الأخيرة حملات من الاعتقال المبرمج والمنظم ضد أبناء المدينة المقدسة وكذلك استمرار الاعتقالات في كافة المحافظات الفلسطينية لأنها تريد أن توصل الشعب الفلسطيني إلى مقولة مفادها أنه لا فائدة من أي مقامة سواء كانت شعبية أو غيرها ضد هذا الاحتلال لأن أسرائيل تريد أن تفرض سياسة الأمر الواقع ببناء المستوطنات بالاعتقالات والاعدمامات اليومية وكذلك بتهويد مدينة الكدس وسلخها عن محيطها الفلسطيني وأمام تواصل الاعتقالات فإن عدد الأسرى في أقوية الاحتلال تضاعف وارتفع إلى أكثر من ستة ألاف بينهم نساء وأطفال ومرضى وطاعنون في السن يعانون الأمرين لا يكترث الاحتلال الإسرائيلي بالقوانين والأعراف الدولية بل ولا يعترف ولا يأبه باتفاقية جينيف المتعلقة بالأسرى فضلا عن أنه يرفض التعامل مع المعتقلين الفلسطينيين كأسرى حرب ذلك ما يزيد من القلق على حياتهم في ظل سجل الاحتلال الحافل بالجرائم ضدهم فالح نصير فالح تلفزيون دولة الكويت الأراضي الفلسطينية المحتلة ترجمة نانسي قنقر